السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة لثلاث أجهزة من سن أوف تعمل بنظام زيكبي الجهاز الأول الموجود أمامنا واللي هو السن أوف زيكبي بريتج برو وعنا حساس حرارة ورطوبة مع شاشة LCD 2.5 إنش وآخر جهاز معنا واللي هو السن أوف زيكبي ميني إكستريم جهاز مميز يمكن إضافته على سمارت تينجز أو هوبيتات أو توية أو سن أوف روابط الشراء رح تكون موجودة في الأسفل مع خصم 15% لمتابعين القناة خلينا نتعرف على هذه الأجهزة مباشرة من أهم الفروقات بين السن أوف بريتج برو عن الإصدار القديم وجود نظام سيكيريتي على هذا الهب صار بإمكاننا نفعل نظام انذار على هذا الهب وهذا بشمل ثلاث أوضاع سليب مود، أوي مود، وهوم مود بإمكاننا نفعل المود المناسب لإلنا في الوقت المناسب ونضيف عليه الحساسات اللي بدنا إياها تنبهنا عن تفعيل هذا الوضع رح أضيف حساس حركة على الأوي مود ودور سنسور على السليب مود وضيفة الحساسات الرئيسية في الأوتوميشن لن تتغير لكن عند تفعيل أي وضع من الأوضاع هاي رح تتحول هاي الحساسات إلى سيستم انذار إضافي مع وجود هذا الهب خلينا نفعل السليب مود ونجرب الدور سنسور في هاي الأثناء لو فتح الدور سنسور هذا رح يشتغل انذار على الهب ورح نستلم تنبيه مع هذا الانذار طبعا الانذار هذا صوته بسيط جدا لكن المهم في الموضوع أنه أنا بس سلم تنبيهات على الهاتف وهذه هي أهم نقطة أنه وصلني لتنبيه أنه تم فتح هذا الباب عند تفعيل هذا المود ولو جربنا حساس الحركة اللي أضفناه على الأوي مود وفعلنا الأوي مود رح يشتغل عندنا انذار عند وجود حركة أمام هذا الحساس طبعا يمكن الضغط على الأيقونة لتفعيل المود أو تعطيل هذا المود طبعا فيه طريقة أسهل لتفعيل هذا المود وتعطيله بيمكن نستخدم الـ NFC Tag لتفعيل وتعطيل أي مود مناسب في الوقت المناسب فقط علي أمرر الهاتف على الـ NFC Tag ورح يتفعل المود اللي أنا محدده على هاي التاج بيمكني أحط هاي التاج مثلا على باب المنزل أو بجانب السرير بمجرد ما أمرر عليها الهاتف بيمكني أعطل أو أفاعل المود المناسب في الوقت المناسب وبتم تحديد وظيفة هاي التاج من خلال المشهد ولتفعيل الـ NFC Tag على الـ E-Wilink App رح ندخل على الـ Sitting وبعدها على الـ Pilot Feature ومن هون بإمكاني أفاعل الـ NFC Tag في حال كانت مش فعالي عندي من قبل وبعد تفعيلها رح يظهر عندي خيار إضافي في المشهد وصار بإمكاني أختار الـ NFC Tag كخيار في الشرط وفقط علي أن أمرر هاي الـ NFC على الهاتف وأعمل عليها Hold لمدة قصيرة وبعدها بتصير شرط لهذا الـ Automation مجرد تمرير الهاتف عليها رح يتفعل الـ Automation اللي أنا بحدده ومن المزايا الإضافية في هذا الـ Hub أنه أصبح بإمكاننا اختيار Channel الخاصة بالـ Zigbee وبحدد لنا الـ Hub أنه أفضل Channel ممكن نختارها ومن أقل Channel عليها Interference وفي نقطة مهمة أنه إذا غيرنا Channel رح نضطر أن نرجع نضيف جميع الأجهزة Zigbee المضافة على هذا الـ Hub في حال قمنا بتغيير Channel وآخر أهم فروقات عن الإصدار القديم أنه هذا الـ Hub بدعم لغاية 128 Sub-Device 26 بشكل مباشر والباقي بيكون عن طريق المش وكمان عندنا الـ Automation بيتم على هذا الـ Hub Local بدون إنترنت وآخر فرق مهم أنه هذا الـ Hub بدعم تحديث الـ Sub-Devices المربوطة عليه Sun-Off Zigbee Mini Extreme صدقا جهاز صغير جدا ورائع يعمل بدون الخط البارد فقط يحتاج خط حامي وراجع اللمبة وبإمكان نضيف عليه مفاتيح السويتش يعمل بدون باي باس على لود لغاية 3 وط فقط يعتبر أقل جهاز يعمل بدون الخط البارد على لود منخفض جدا خلينا نجربه مباشرة رح نضيف الـ Sun-Off Mini مكان المفتاح أسهل عملية التركيب على الإطلاق فقط علينا نركبها مكان المفتاح ورح تكون جاهزة للتشغيل بعد إضافتها على الـ Hub الآن الجهاز جاهز بعد إضافته على الـ Hub ويمكان نجربه مباشرة لمبة الـ LED الموجودة أمامنا 7 وط فقط اشتغلت بدون باي باس وبدون أي ترميش والجهاز يعمل بكفاءة عالية في حال حبينا نضيف كبسة أو سويتش فقط علينا نركب الأسلاك على الـ S1 والـ S2 بهذا الشكل والآن لو جربنا المفتاح شغال بشكل ممتاز والآن خلينا نجربها بشكل كامل من التطبيق ومن السويتش شغاله بشكل ممتاز وفي حال شغلنا من التطبيق وطفينا من السويتش أول عكس رح تعكس الحالة مباشرة لكن المفتاح رح يحكز اتجاهه دائما وفي حال حبينا أن يكون المفتاح ثابت باتجاه واحد بإمكاننا نضيف مفتاح زومبرك Momentary Switch ركبت المفتاح الزومبرك ورح يتبقى علينا تعديل إعداد بسيط على الجهاز رح نغير نوع المفتاح إلى Momentary على Sun Off ويتم هذه العملية عن طريق الضغط على الزر الموجود على Sun Off ثلاث مرات سريعة ورح ترمش إضاءة الWi-Fi الموجودة على Sun Off ثلاث مرات سريعة لتأكيد نجاح العملية ولو جربنا المفتاح الآن رح يعمل معنا بشكل صحيح One push for On One push for Off ولو جربنا الآن مع التطبيق رح يعمل معنا المفتاح والتطبيق بشكل ممتاز ورح يكون المفتاح دائما متجه للأعلى في حال حبيت أضيف كمان كبسة إضافية وأعملها كبسة درج أو دركسيون الموضوع بسيط جدا وسهل جدا خصوصا مع هذا النوع من المفتاح فقط علي أن أضيف مفتاح زنبرك آخر على المفتاح الأول ورح أركبه بهذا الشكل ورح نجربهم الآن مع بعض مع التطبيق وكما هو ظاهر أمامنا أليت العمل ممتازة جدا الآن رح أجرب حساس الحركة الزقبي مع الهب الزقبي الجديد عشان نشوف أليت العمل لوكل بدون إنترنت لاحظوا معي أنه هون عندي الوتوميشن هذا بتم لان فرح أفعل موشن ونو موشن بتم من اللان ما في داعي للإنترنت خلينا نجربه الآن مع بعض خلينا نشوف سرعته الآن سرعة ممتازة جدا حساس الحرارة ورطوبة من سن أوف شاشة LCD واضحة حجم ممتاز مع سماكة ممتازة قاعدة للتثبيت على سطح المكتب بالإضافة إلى قاعدة مغناطيصية عليها لاصق 3M زي ما إحنا شايفين يمكننا طبعا نحطه على أي سطح مغناطيصي بشكل مباشر وحساسيته عالية بيحدث حاله كل 5 ثواني بالإضافة إلى وجود هستوري كامل على التطبيق للحرارة مع رسم بياني للحرارة والرطوبة زي ما إحنا شفنا الحرارة بتتحدث بشكل سريع بيظهر معنا على SmartThings وإمكاننا أيضا نضيف هذا الحساس على SmartThings بدون هب سن أوف مباشرة منضيفه على هب SmartThings لكنه لم يعمل معه بيتات أو تويا كان يظل يعطي أوفلاين عليهم العيب الوحيد في هذا الحساس هو نوع البطارية البطارية CR2450 كما هو ظاهر أمامنا هذا هو العيب الوحيد هذه البطارية سعرها مرتفع بعض الشيء فهذا الحساس مميز جدا حساسيته عالية وجودته ممتازة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو لايك وسبسكرايب السلام عليكم اشتركوا في القناة